احنا بنتكلم بقى عن النجوم البارزين في هذه اللعبة ما ينفعش نكون بنتكلم على السكواش وما يكونش معنا واحد من أبرز رموز هذه اللعبة المميزين كابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش صباح الخير عليك يا كابتن صباح الخير أهلاً صباح الخير على المشاهدين وصباح الخير على توضعاتهم كريفة وعلى الجميع يا أهلاً بحضرتك في البداية طبعاً بنبركلك على هذا الإنجاز لكن هذا الإنجاز طبعاً اللي حققه ودي دجلة نصيب الأسد من الميداليات إزاي قدرنا نصل لهذا الإنجاز الكبير إزاي قدرنا نصنعه الدوافع اللي كانت عندنا في البداية عشان نصنع هذا الإنجاز الكبير والله يعني أنا في الحقيقة طبعاً والحمد لله طبعاً ودي دجلة حققه 11 مركز في دولة النهائية بس أنا حابب أتكلم أكتر عن اللاعبين المصريين بشكل عام يمكن مصر حققات إنجاز في البطورة دي يمكن مفيش بلد في العالم حققاته قبل كده ولا حتى منتخب المصري حقق الإنجاز قبل كده إننا نحقق عشر مراكز مركز أول من عشر مراكز فده يمكن حاجة يمكن يعني هتخش في التاريخ وصعب جداً على أي بلد تانية مهما حصل ومهما حصل دعم من بلاد التانية ومعتقدش خالص إن في بلد هتحقق عشر مراكز من عشر مراكز فأنا حقيقة فخور جداً بالإنجاز ده وده يحسب طبعاً الإنجاز بها يحسب بالناس كثير جداً يعني يحسب لزرط الشيب والرياضة للإتحاد السكواش للأندية لأولياء الأمور اللي بتعب جميل جداً مع أولادهم للمدربين المصريين اللي هم لسه لازالوا موجودين في مصر ولسه بيشتغلوا بضمير فيمكن الحمد لله زي ما يتركنا فخور جداً وسعيد جداً بالإنجاز بها الاحتكاك حاجة مهمة جداً يا كابتن وبتبقى مكلفة جداً أعتقد أن اللاعبين في الفترة اللي فاتت بالذات في الأكاديمية يمكن احتكوا كتير وكان في مجموعة من الجوائز اللي ساعدت أنهم يعني يقدروا يحتكوا أكتر يمكن كان في تذاكر الطيران كان في حاجات تساعد أكتر على الاحتكاك عشان نوصل للمستوى المشارف ده طبعاً الاحتكاك عامل أساسي في رطة السواش وده يمكن اللي بيميز اللعيبة المصريين عن اللعيبة الأجانب للبر لنحن عندنا جدوى المسابقات الحياة اللي اتحاد السواش حطوا بقاله سنين كتير جداً بيميز الحتة دي عن بقية الدول عندنا يمكن 15 بطولة محلية كل بطولة بيشارك فيها حوالي 1500 لعب ولعبة فيمكن ده بيزود الاحتكاك جامل جداً للعيبة وبيديهم خبرات وبيحطهم تحت ضغط عصبي معين بحيث انهما لما يسافروا بطولات دولية بيبقوا فرقين جداً عن اللعيبة الأجانب وبيبقوا عندهم الحتة اللي فرق عن بقية اللعيبين فدي يمكن حاجة مهمة جداً للاحتكاك الاحتكاك الخارجي برضو مهم جداً طبعاً في الوقت الحالي بيصلى بدعم كبير جداً برضو لطبعاً زيوحيك عارفة الفرق العملة وفرق المصاريف وتذاكرة بقت غالية جداً دلوقتي فما بقاش الموضوع سهل ان احنا نقدر نسافر بطولات دولية بشكل مستمر لكن زي ما بولت الكاذب المستبقات المحلي يعني بيغني عن ان احنا نسافر برها طيب داي خلينا نسألك يا كابتن كريم عن نظرة الاتحاد الدولي لهذه اللعبة في مصر عن مستوى اللعبة في مصر الحقيقة الاتحاد الدولي يعني ما بيقدرش يعمل اي حاجة وياخد اي قرار من غير ما يرجع على مصر يعني ان مصر زي ما انتم عارفين هي البلد الرائدة في رأس السكواش فاي قرار او اي اي حاجة لتطوير اللعبة اي اول بلد احنا من نتواصل معها هي مصر من خلال اتحاد المصر للسكواش فاي زي ما بقولك واحنا كالتحاد الدولي شايفين ان التجربة اللي بتحصل في مصر وحصلت في مصر نفسنا نحنا نكررها في باقي الدول علشان نفسنا ان عندنا دول كتير جدا بتتمارس السكواش وعندهم منافسات زي اللي موجودة في مصر وعندهم ابطال زي اللي موجودين في مصر يمكن دايما بنستشير الاتحاد المصري على الخطة اللي هم بيحطوها وازاي ان هم يقدروا يساعدوا البلاد اللي لسه بتنمو في لعدة السكواش والحقيقة ما بيتأثروش على الجزئية دي وده حاجة طبعا مهمة جدا نحنا بنستشير الاتحاد المصري طيب هل نقدر نقول ان فيه فرصة يقوم بها الاتحاد الدولي او لدعم الاتحاد على شرق اللعيبة تقدر تسافر اكتر وتقدر تحتك اكتر الحقيقة الاتحاد الدولي يعني مش دور ان هو يساهم في السفريات او يدور ان هو يرعى البطولات وكده دور الاتحاد الدولي نحن بنظم بطولات في بلاد جديدة بنحاول ان ننشر اللعبة في بلاد جديدة لكن طبعا الدور ده طبعا دور الاتحاد الخاص المصري ده دور مهم جدا والحقيقة فيه شركات وبنوك حاليا في مصر ونستتأخرش عن دعم الاتحاد المصري ودعم الاتحاد المصري فالحقيقة انا نفس اشوف التجارب دي تتكرر وان يبقى فيه تعم اكبر من القطاع الخاص بيجانا من طبعا الدعم الحكومي لان في اي بلد في العالم صعب جدا الاتحاد او الوزارة هي تدعم الرياضة بس لازم القطاع الخاص يكون ليه دور كبير والحقيقة انا شفت الفترة الاخيرة القطاع الخاص ليه دور مهمة اوي في الرياضة عموما والاسواج بشكل خاص واتمنى الموضوع دي يزيد ان شاء الله اكيد كل شكرا لك الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسواج شكرا جزيلا لجودك هو بيسلم على حضرتك واكيد شايفك طبعا دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عاصم الاستاذ كريم او كابتن كريم قال نقطة مهمة جدا انه احنا في الاتحاد الدولي عشان نطور او عشان يكون عندنا اي فكرة عايزين ننفذها بنرجع للاتحاد المصري طبيعة التواصل ما بينكو عامل ازاي بص انا هقولك على حاجة هو الحقيقة من من فترة طويلة انه السكواش المصري لوريا ده فاحنا قررنا ان احنا لازم دايما يكون عندنا حد يمثلنا في الاتحاد الدولي فالمرة دي كان اما رشحنا كابتن كريم هو نجح بتفوق كاسح يعني نتيجة طبعا انه هو رجل كان لعيب متميز جدا وهو اعتزل في وقت مناسب وبعدين هو برضو هو من ما سبش السكواش يعني هو بيشتغل في المجال السكواش بيعمل بطولات اللي هي الكبيرة بتاعت اللي هي منظمة اللاعبين المحترفين فهو السكواش هو يعني دي دي حياته يعني فهو من واقع انه هو نائب رئيس الاتحاد الدولي هو خلي بالك الاتحاد الدولي رئيس و اتنين نواب يعني فهو مركزه كبير يسمح له انه هو يقول رأيه وخاصة اذا كان هو مصري وانه هو هو الحقيقة مش بيمثل مصر بس يعني هو بيمثل دول العالم انه هو يكبر السكواش وكان له كان له اسهامات كبيرة جدا في دخول السكواش للأولمبياد في لوس انجلوس يعني كان من الناس اللي دعمت بقوة وحضر اجتماعات وحضر مناقشات بخصوص دخول السكواش يعني دخول السكواش المعترك الأولمبي ما كانش موضوع سهل خالص يعني احنا بقالنا 15 17 سنة بنحاول وبنفشل بنفشل كالتحاد دولي بنفشل هو يحسب لكريم انه في الفترة اللي هو نائف فيها اتحاد دولي هو الاتحاد اتحاد دولي قدر انه هو يتجاوز هذه العقبة الصعبة جدا يعني فطبعا من واقع انه هو موجود كريم و احنا بنتشار على طول انا و هو انا كالتحاد مصي وهو كالتحاد دولي ونقاط كتيرة بنختلف ونتفق فيها بس هو طبعا دعم كبير جدا للسكواش المصري و بيقدر انه هو يساعدنا في نقطة كتيرة احنا ما نقدرش نتغلب عليها لوحدين يعني